هل لا سألوا إذا لم يعلمنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع شهر المشاهد الكرم السلام عليكم ورحمة الله العفو والعافية هذا الحديث حديث جامع من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هو حديث العباس بن عبد المطلب الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده والنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الأمر لعمه العباس بأن يسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة ونحن كذلك نسأل الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية والمعاثاة في الدين والدنيا والآخرة لا شك أن هذا الحديث هو من جوامع الكلم فالإنسان يحتاج في هذه الحياة إلى أمرين مهمين الأول العفو فإذا نال هذه المرتبة وإذا عفى الله عنها فقد نجى لأن الله عز وجل إذا عفى عن الإنسان الآثم عن الإنسان المذنب لم يترك أثرا للذنب العفو يراد بكلمة العفو إزالة الأثر إذن فإذا عفى الله عز وجل عن عبده العاصي المذنب المخطي فقد نال مرتبة فضلا تؤهله للنجاة ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما قال الله عز وجل في صورة النور في الآية 23 ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقد قال الصديق أبو بكر بلى فكلنا نقول بلى لا أحد منا لا يريد هذه الفضيلة لا يريد هذا السطر لا يريد هذه المغفرة من الله جل جلاله لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها في وصيته لعمه العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه اللهم إني أسألك العفو العفو لا بد أن نكرر نحن أيضا هذا الدعاء كما علم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أدعيتي الصباح والمساء من أذكاري الصباح والمساء نردد هذا الدعاء صباح مساء اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة هناك روايات لهذا الحديث بالتعبير الدارج للعامة يعني لهنا لهنا إذا كان ربي صبحانه في الدين والدنيا أعطالنا العفو يعني يعفى علينا سمح لنا غفر لنا هذا فضل كبير وهذه مرتبة عليا والشعور بهذا العفو يورث السكينة في الإنسان يورثه رحة البال نعم إذا كان طمأنينة نعم طمأنينة وسكينة الإنسان كي يعرف باللي وهو يكرر هذا الدعاء أن الله عز وجل اسمح له وغفر له وعفى عنه يعني أزال كل أثر للمعصية فهذا يورث الطمأنينة ورحة البال والسكينة والعافية العافية والمحافات الهناء الراحة والنجاة من جميع أنواع الأمراض والبلايا والمصائب والنوائب فإذا عاثان الله عز وجل من كل البلايا من كل الأوبئة من كل المصائب فقد تحققت لنا أيضا هذه السكينة وهذه السعادة لهناء الإنسان راه في عافية والعافية هذه في الحقيقة نعمة من النعم التي تستحق الشكر لذلك لذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كما قال لي في الحديث الذي علمنا إياه من أذكار الصباح من أذكار الاستيقاظ نقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافان في جسدي هذه العافية في الجسد لا يدرك قيمتها إلا من فقدها حينما يريد الإنسان أن يستيقظ أن ينهض أن يقوم ويتحرك لا يقدر على ذلك لا يستطيع هنا يدرك قيمة العافية هنا يدرك قيمة الصحة لذلك أمرنا بأن نشكر الله عز وجل على نعمة العافية والشكر يديم النعم ويزيل النقم والصحة تال فوق رؤوس الأصحة لا يراه إلا المرضى ولا نعرف قيمة النعمة إلا عند فقدانها الحديث والدعاء الحمد لله الذي رد علي روحي روح الغالية التي لا نملك غيرها الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره تأدباً مع الله نذكر الله وعافني اللهم عافني سللي اللهم عافني في بصر اللهم عافني في بدني نكثر من هذه الأدعية نحتاج إلى هذه المعافات إلى هذه العافية في السمع والبصر والبدن لأن هذا البدن وهذه الجوارح بها نعبد الله بها نصلي بها نقوم بها نفعل الخير بها نعمل بها نحقق مقتضيات استخلافنا فوق الأرض جوارحنا نعم الله لدينا لابد أن نكثر من هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تحقق لنا العفو وتحققت لنا العافية فقد فزنا ورب الكعبة لأن الإنسان يعيش هذه الحياة عاملاً مجتهداً مثمراً مبدعاً لأن الشعور بأن الله قد عفى عنه وهذا الشعور يأتي من كثرة من تكرار هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعلمنا سيد الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنه والذي نكرره ونردده نعم خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك أو عهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي يوابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يعني من ينال هذا العفو يشعر بهذه الطمأنينة التي تجعله يشعر بسر الحياة فيكررها والله عز وجل قد وعد قد وعد ووعده الحق وقال ربكم دعوني أستجيب لكم في الآية وقال ربكم دعوني أستجيب لكم في الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار فمن تحقق له العفو وتحققت له العافية فقد فاز نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمين آمين يا رب العالمين